اهلا بكم معنا في هذا العرض الاخباري مباشرة على الاولى هذه ابرز العنوين طبقا لتعليمات الملكية السامية تقوم وحدة الحرس الملكي كالمعتاد خلال شهر رمضان بتحضير وتوزيع حوالي 5000 وجبة افطار يوميا لفائدة الاشخاص المؤوزين بعدة مدن وروبرتاج نشر من قرية لادموسى بسلا مشاريع المبادرة الوطنية لتنمية البشرية دعمة اساسية لتكوين والتحصيل ومحاربة الهدر المدرسي دور الطالبات مشاءة تساعد الفتيات بالعالم القروي على مواصلة مصارهن الدراسي اتنا عشر موقعا مغربيا جديدا من المناطق الرطبة تم تسجيلها في لائحة المناطق ذات الاهمية الايكولوجيا على الصائد العالمي وتم الاعلان عنها في حفل اقيمة بيربات بمناسبة اليوم العالمي لتنوع البيورج أهلا بكم وبداية النشرة ببلغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمات تعلن فيها أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ناصره الله وأيد يترأس يومه الخميس السابع عشر من رمضان الأبرك بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء الدرس الرابع من سيسية الدروس الحسنية رمضانيا والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله السيد سعد بن تقل العجمي أستاذ في الهيئة العامة للتعليم بالكويت متنولا بالدرس وتحليل موضوع مسألة الاحتجاج بفهم السلف انطلقا من قول الله تعالى في صورة النساء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وسيبت الدرس الدين مباشرة على أمواج الإدعى وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم طبقا لتعليمات السمية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس النصر الله بمناسبة شهر رمضان الكريم لهذه السنة 1440 هجرية تقوم وحدة الحرس الملكي كالمعتاد بتحضير وتوزيع حوالي 5000 وجبة إفطار يوميا لفائدة الأشخاص المؤوزين بعدة مدن مغربية من خلال 13 نقطة توزيع ستة مركز بمدينة ريبات وتلاتة مركز بمدينة سلا وأربعة مركز بمدن تنجا وتتوان ومراكش وانخيلات قرب الروماني ومن حي بئر أنزران بقرية أولاد موسى بسلا نتابع عملية توزيع الوجبات في روبرتاج سكين الإدريسي وأمين شرقاوي بالزغاري والهتفات كانوا في انتظار الحصول على إفطارهم فرحة كبيرة بهذه المبادرة التي أشرف عليها الحرس الملكي هذه السيدة واحدة من المستفيدات من فطور رمضان 2019 مبادرة تستفيد منها منذ سنوات رفر حانين بهذه المبادرة وجات ابنيتي في الوقت المناسب وكانت نفعنا وكانت اعتقنا ابنيتي الله يخلف عليه والله ينصره ثلاث أحياء على مستوى مدينة سلا استفادوا من عملية إفطار رمضان لهذه السنة من ضمنهم أربعمائة مستفيد ومستفيدة تم تسجيلهم هنا بحي بئران زران جميعهم من الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة عملية إفطار رمضان وبفضل الحرس الكبير للحرس الملكي تمت بنجاح مبادرة أدخلت الفرحة والسرور في قلوب المستفيدين إن عقد اليوم مجلس للحكومة برئاسة السيد سعدين العثماني رئيس الحكومات ما خلاله التدارس والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بمقدار رسم الاستيراد المتبق على القمح الطري ومشتقته ومدونة السير على الطرق بشأن العقوبات وتدابير الإدارية ومعينة المخالفات ومدونة السير على الطرق بشأن المركبات إترى ذلك تدارس وصادق المجلس الحكومي على اتفاق بشأن التعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سربيا في تطورات ملف الصحراء المغربية بشكل مفاجئ أعلن أمس المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية عن استقالته من منصبه لدواء صحية وفاد بلغ لوزارة الشؤون الخارجية وتعاون دولي أن المملكة المغربية أخذت علما بأسف استقالت المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية السيد هورست كولر وأوضح البلاغ أن المملكة المغربية تنوه بالسيد هورست كولر إذا الجهود التي بدلها منذ تعيينه في غشت 2017 مشيدة بالتباتي والاستعداد والمهنية التي تحل بها السيد كولر في تأديته لمهامه وجددت المملكة المغربية دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وخلص البلاغ إلى أن المملكة تظل ملتزمة بالتوصل إلى حل سياسي واقعي براغماتي ومستدام قائم على التوافق وذلك في إطار مبادرة الحكم الداتي المبادرة الوطنية لتنمية البشرية تحول حقيقي في حياة العديد من المستفيدين من مشاريعها خصوصا إذا تعلق الأمر بالتربية والتعليم فقد أصبحت دور الطلبة والطالبات عنوانا لمحاربة الهدر المدرسي خصوصا لدى الفتيات بالعالم القروي كما أضحت دعمة أساسية للتكوين والتحصيل من جماعة وولا بإقليم أزلال روبرتاج عبد الرحيم بن شيخي وعمار شليدي هي مشارع من أجل النهوض بالإنسان وتمكينهم من العطاء والاجتهاد والتعليم أساس العملية التنموية دار الطالب بجماعة وولا أزلال نموذج عن مؤسسة حدت حد اليقين مع الهدر المدرسي وجعلت الفتاة القروية في صلب التنمية المحلية كنت قد نقاط عن الدراسة حتى كان البعد بزف ولكن من اللي عرف ببن اللي كانت دار الطالب باولا فاولا اقترح علي أني نجيليها والحمد لله داب جيت وكان قرأه في الثلاثة إعدادية وجيبه في معداد دورة أولا 1761 كنت قد على الدراسة لي ولكن الحمد لله دار الطالب عاونتنا باش نكملوا قرأتنا وجيبه في الضوارة الأولى 1835 تنديروا معهم تشبع الترباوي على مستوى النقاط على مستوى بزف ديال الحويج وبالإضافة إلى أنشطة لتدار داخل المؤسسة ومنها الدعم تسطر برامج دار الطالب خدمة لفلسفة التنمية البشرية من أجل تمكين التلميذات من دعم في مواد تعليمية مختلفة اختارينا أننا نديروا لهم الدعم المجاني فمجموعة من المواد بحل اللغة الفرنسية الرياضيات يعني اجتماعيات داع الأمور يعني اللي كيلقوا فيهم مثلا هما يعني نقص مؤسسات رعية الاجتماعية كتلعب دور كبير في العالم القاروي من أجل حد من الانقطاع عن تمدروس لأنه يصبح واحد الفضاء يعني اللي كيوفر واحد خدمات اجتماعية للفتاة القاروية ما كانتش كتلقاهم وما كانتش تتبع الدراسة ديالها كل ما كانوا شبح ذات الفضاء في الماناتيق القاروية ترسيخ لقيم التضامن المغربي ودعم أساسي لإبراز الطاقات المنتجة من خلال تمكينها من الأدوات المعرفية اللازمة داخل منظومة التربية والتكوين نستهل جولة الأحداث العالمية من السودان حيث دعا قادة الاحتجاجات اليوم إلى مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد في أعقاب توقف المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة إلى هيئة مدنية كما دعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى مسيرة مليونية خارج مقر الجيش في الخرطوم لتنديد برفض المجلس العسكري التخلي عن السلطة لمجلس السيادة الذي اتفق عليه الطرفان السابقا أكثر من أربعمائة مليون ناخب في الدول الثمانية والعشرين العضاء في الاتحاد الأوروبي مدعون بداية من اليوم للإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع لانتخاب 751 نائبا جديدا في البرلمانية الأوروبي وبتالي وضع بصمتهم على الاتجاه الذي ستسلكه أوروبا خلال السنوات الخمس المقبلة الانتخابات التي أعطيت إشارة انطلاقتها اليوم من هولندا وبريطانيا تستمر إلى غاية الأحد المقبل وخلالها يتملك الأوروبيين الخوف من احتمال حدوث اختراق للأحزاب الشعبوية والقومية التي برزت وحققت تقدما مهما خلال السنوات الأخيرة في الانتخابات الوطنية أجواء عملية التصويت في بريطانيا هيمنت عليها مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة السياسية التي أتارت خطة رئيسة الوزراء ديريزا ماي لمغادرة التكتل الأوروبي زعيمة الأغلبية بمجلس العموم قدمت اليوم استقالتها رفضا لنهج الحكومة والأخيرة قررت تأجيل تصويت النواب الحاسم على بريكزيت فرح سعف لتكاد حكومة تيريزا ماي تجتز عقبة من عقبات بريكزيت حتى تجد أخرى منتصبة في طريق خروجها من الاتحاد الأوروبي حكومة ماي اضطرت إلى تأجيل تصويت الحاسم على خطة المغادرة الذي كان مقررا في الأسبوع الأول من الشهر المقبل ذلك عقب احتجاجات من مؤيد بريكزيت المتشددين بسبب التنازلات التي قدمتها رئيسة الوزراء لبروكسل وتتعرض تيريزا ماي لضغوط شديدة من أجل الاستقالة بعد عرضها اقتراحا بإجراء تصويت في البرلمان على استفتاء ثاني على بريكزيت لمحاولة إقناع النواب بدعم الاتفاق الذي توصلت إليه مع الأوروبيين للخروج من الاتحاد في هذه الأثناء يخد العديد من كبار أعضاء حزب المحافظين ومن بينهم مسؤولون في الحكومة حملات لخلافة ماي ازدادت متاعب رئيسة الوزراء أمس عندما أعلنت الوزيرة البريطانية لشؤون للبرلمان استقالتها احتجاجا على طريقة إدارة كيريزا ماي لملف بريكزيت تعرضت ولاية ميسوري وسط الولايات المتحدة الأمريكية لاشتياح إعصار عنيف ضرب العاصمة وخلف مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات وقد صدر تحذير من سوء الأحوال الجوية لسكان جيفرسون سيتي عاصمة الولاية التي وقعت فيها أذرار جاسيمة وانقطعت بها خطوط الكهرباء كما أدى الإعصار إلى اقتلع الأشجار وصاحبته رياح قوية وعواصف وأمطار غزيرة اتنا عشر موقعا مغربيا جديدا ضمن المناطق الرطبة تم تسجيلها في لائحة المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية على الصعيد العالمي وقد تم الإعلان عن قائمة هذه المواقع في لقاء نظم اليوم بربات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي لقاء خصص أيضا لاستعراض حصيلة الإنجازات التي تحققت في هذا المجال والتفاصيل مع خديجة زروال وعبد الرحيم في لول المغرب يعد من بين الدول الأولى الموقع على اتفاقية التنوع البيولوجي سنة 1992 منذ ذلك التاريخ ما فات المغرب يعمل جاهدا على وضع مخططات عمل وطنية تهم الأصناف المهددة بالانقراض والمسجلة في ملاحق اتفاقية الأنواع المهاجرة واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من النباتات أصناف الغزال التي كانت مقارضة كالكيفيه، الدوركاس، غزال، مهر، أبو عدس، والغزال للأداد جلها وصلت إلى واحد درجة بفضل هذه السياسة لأنها تحسن تصنيف جلها في تصنيف العالمي جل الويسان يعني الاتحاد العالمي للمحافظة على الطبيعة احتفال المغرب باليوم العالمي للتنوع البيولوجي كان مناسبا قدمت فيه شهادة تصنيف 12 موقعا جديدا ضمن لائحة المناطق الرطبة ذات الأهمية الإيكولوجية على الصعيد العالمي ليرتفع بذلك العدد الحالي للمناطق الرطبة المسجلة بلائحة رمصار من خمسة مواقع عام 2000 إلى 38 موقعا حاليا المناطق الرطبة في المغرب من أهم الثروات التابعية وين تنوع البيولوجي موجود ومن أهم المناطق التي تلعب دور اقتصادي، تلعب دور بيئي، تلعب دور تنموي ومن بين أهداف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر في أفوق 2024، تشجيل 30 موقعا جديدا على قائمة رمصار وتنفيذ 60 مخططا لتدبير وتأهل المناطق الرطبة ذات الأولوية جديد الحالة الجوية لبقية نهر اليوم والليلة القادمة حسب معطيات مدرية الأرصاد الجوية الوطنية وفي نبيه السلاف أسري طاب نهاركم مشاهدين وأهلا بكم إلى النشرة الجوية نستهلها بنشرة خاصة لمدرية الأرصاد الجوية الوطنية حيث تتوقع نزول زخات رحدية محليا قوية إلى غاية العاشرة من مساء اليوم وستهم كل من الحوز أصيلال بن ملال الراشدية في جيغا ميدلت ورززات تارودانت تنغير وكذلك الزاقورة وخلال هذا اليوم بحول لا ستكون الأجواء غير مستقرة بجنوب المنطقة الشرقية وكذلك بالأطلس المتوسط مع نزول زخات رحدية محلية ستكون مصحوبة بحواصف درجات الحرارة ستعادل 33 درجة بفيقي 32 درجة بوجدة 33 درجة بتازة 34 درجة بتونات و24 درجة بمدينة بولمان سماء صفية إلى قليلة السحب بشمال البلاد ودرجة الحرارة ستصل إلى 31 درجة بطنجة 26 درجة بالقونيترة 27 درجة بالرباط 23 درجة بالدار البيضاء و24 درجة بمدينة الجديدة بالجنوب الشرقي والأطلس الكبير وكذلك بمنطقة السوسط تظهر خلايا غير مستقرة ستوطي زخات رحدية ستكون مصحوبة بحواصف ودرجة الحرارة ستصل إلى 35 درجة بزاقورة 30 درجة بورزازات 36 درجة بمراكش أجواء صحوة بوسط المملكة وعلى السواحل ودرجة الحرارة ستصل إلى 20 درجة بصويرة 24 درجة بمدينة أكادير سما قليلة الصحب إلى الصفية بالأقاليم الجنوبية مع رفع بعض الزوابع الرملية المحلية ودرجة الحرارة ستسجل 30 درجة بمقرع 27 درجة بالعيون 31 درجة ببئر أنزران 35 درجة بأوسرد 21 درجة بمدينة الدخلة وبالقويرة ستسجل 26 درجة شكرا على طيب المتابعة مشاهدنا وعود إليك لطيفة شكرا لك سلاف وقبل الختام تذكير بأبرز محطات الخبر في هذه النشرة طبقا لتعليمات الملكية السامية تقوم وحدة الحرس الملكي كالمعتاد خلال شهر رمضان بتحضير وتوزيع حوالي 5000 وجبة إفطار يوميا لفائدة الأشخاص المعوزين بعدة مدن وروبرتاج النشرة تبعناه من قرية أولاد موسى في السلع مشاريع المبادرة الوطنية السامية البشرية دعم أساسها لتكوين وتحصيل ومحاربة الهدر المدرسي دور الطالبات منشآت تساعد الفتيات بالعالم القروي على مواصلة مصرهن الدراسي 12 موقعا مغربيا جديدا من المناطق الراتبة تم تسجيلها في لائحة المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية على صائد العالمي وتم الإعلان عنها في لقاء النظمة بريبات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لتنوع البيولوجي شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى الغد بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر